تقول السائلة بأنها فتاة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين ولكن أهلها لا يرغبون فيه ويريدون أن يزوجوها لآخر متهاون في أداء الصلوات ولا يصلي مع الجماعة فهل إذا رفضت هذا الخاطب الذي يتهاون في أداء الصلاة يعتبر عقوقا لوالديها؟ لا لا يعتبر عقوقا لوالديها حق الاختيار لها هي ولا يجوز لوالديها أن يجبراها على رجل لا ترضاه في دينه أو في أمانته وأخلاقه قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فإذا تقدم للمرأة ذو أمانة وذو دين ورضيت به يجب على وليها أن يزوجها منه أما أن يمنعها فهذا عضل هذا هو العضل المنهي عنه فيجب على الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخضع موليته لرابته هو وإنما ينظر إلى مصلحتها وموافقتها بالكفء الصالح لها فيزوجها منه